جارتي اليابانية في الطلعة والنزلة اشم من عندها ريحة اكل ريحته حلوة قوي لدرجة اللي انا خلاص ما بقتش قادرة وقلت انا لازم اخبط على الست ديت واعرف منها هي بتعمل ايه ومن ساعتها وخدت منها الوصفة ديت وانا بقى عايز اقولك اللي هي سهلت علي الفطر والعشا بتوعي الولاد في الاجازة وتنفع كمان كلانش بوكس في التمرين ايام الصيف تعالي نسمي الله ونصلى على الرسول علي افضل الصلاة والسلام وحط اللايك بتاعك وهتي نص كباية من المية ونص كباية من الحليب ونص كباية من الدقيق ورميهم التلاتة مع بعض في مقلاية على النار وفضل يقلبي فيهم لحد ما تبقى معاك بالشكل والقوام اللي انت هتشوفي دلوقتي دوت عايز اقولك وصفة النهار ده بقى لزيزة جدا ورحتها حلوة جدا وتعمها احلى كمان بعد كده حضرت نص كيلو من الدقيق اللي هو بمعدل 4 كباية رشة ملح بسيطة 3 معالق من السكر هحط عليهم معلقة كبيرة من الخميرة وهحط ربع معلقة صغيرة من البيكن بودر وقلب الكلام ده كله مع بعض وهحضر معايا بياض بيضة مش هاخد الصفار الصفار هاركنه على جنب هقولك انا هعمل بي ايه عايز اقولك بقى الفطيرة اليابانية اللي احنا هنعملها النهار ده دي خفيفة جدا وسهلة اوي وبسيطة اوي حطيت بقى كيس كده من الفانيليا علشان خاطر بس بياض البيضة على فكرة الفانيليا تدي العجينة حلوة اوي ريحة حلوة اوي كمان تقدري تستبعدي بياض البيضة اوي لو مش بتحب البيض في المعجنات تقدري تشليه خالص هعجن بقى بنص كوباية من الماية الدفية هنزل عليهم كده شوية بشوية لحد ما تتعجن في المرحلة دي بقى هيكون الخليط الي احنا عملناه في الاول الي هو المحسن بدأ الي هو يبرد معاي هاخد عجينه في وسط العجينة وبعد ما تتعجن معاي هحضر معلقتين من السمنة سواء سمنة بلدي سمنة علب ممكن مكعبين من الزبدة بس يكونوا بدرجة حرارة المطبخ وابدأ اعجن العجينة ديت بالسمنة كويس جدا هتلاقيها بتقطع معاك ودوة المطلوب اللي هي تقطع معاك علشان خطر في الاخر تديك النتيجة كويس لما تقطع كده اعجني فيها واستمري في التعجين في العجن يعني لحد ما تبدأ اللي هي تتلم معاك بالشكل دو خلاص كده العجينة بتاعتي بقت رحيتها حلوة قوي ولينة كده وسهلة التشكيل بس احنا هنسبها تخمر قدي ربع ساعة في المطبخ تعرفين اللي الجو حر الايام ديت فهتخمر بسرعة كده خلاص العجينة بعد ما خمرت معايا بسم الله ما شاء الله والله ما كملت ربع ساعة ولقيتها بسم الله ما شاء الله خمرت معايا مش هنشكل فيها تاني احنا هنقطع ونفرد على طول زي ما انت هتشوف دلوقت كده طبعا الحجم اللي انت عايزي اعمليه بص العجينة بسم الله ما شاء الله لينة جدا حجم الفطيرة انا هعملها فطيرة كلها فطيرة واحدة يعني في النهاية هتبقى كلها واحدة بس انت عايزة تعملي كل واحدة لوحدية برحتك انا هنا بدأت بقى اللي انا افردها كده بالنشابة شكل مستطيل وفي النهاية بتاعت المستطيل هبدأ اعمل فيها شرط بالسكينة بالشكل ده عندي بها جبنا كده براميلي محشية فلفل المتوفر عندك حطيه ممكن تبقى سادة مفيش اي مشاكل خالص ممكن تعمليها حلوة ممكن تعمليها حادق ممكن تحشيها كمان لحمة مفرومة لو انت حبة سوسيس سجوء سدر فرخة لو فايد مثلا عندك اي حاجة مش هتقولك لأ شوف الولاد بيحبوا ايه واعملها لهم عشان ده هيفطروا بيها او هيتعشوا بيها او هياخدوها معاهم في التمرين زي ما انت عايزة هخلص الكمية كلها وهكون معايا صنية دهناها بالزبدة او بالسمنة او الزيت المتوفر عندك يعني وهرسوهم بالشكل دوت كده طب انا يا هيبة مش عندي صنية زي دي كده بالزبط تقدري تحطيهم في صنية كلها مدورة عادية خالص او تحطي كل واحدة لوحدها في صنية الفرن واتدخليها تستوي كده لوحدها مش شرط الجمعين كلهم جنب بعض انا طبعا سبتهم لحد ما خمرت سبتها كده نص ساعة لحد ما خمرت معايا بعد ما خمرت معايا دهنت وشها بصفار البيضة اللي احنا كنا شايلينه في الاول هرش عليها سمسي محبة البركة ودوة اختياري وصفار البيضة اختياري ممكن شوية مية عليهم رشة بسيطة كده من السكر او شوية لبن عليهم رشة بسيطة من السكر وتدهني الوش بتاح ما بتشغاليش الشوية بتدخل على فرن سخن يعني على الراف الوسطاني درجة حرارة مية وتمانين ما بتكملش عشرين دقيقة وبتلاقيها استوي تقدي ايه حلوة جدا اول ما تخرج من الفرن بخت مية كده وغطيها بفوتة نظيفة واسيبيها تهدى شوية وبعد كده قطعيها بالجمال والحلوة اللي انت شايفة ده وكده بسم الله ما شاء الله الحشوة اللي جوه طعمها حلو جدا حاجة كده خفيفة جنب كباية شاي الصبح والولاد مع الزميلك ومش عارفة تعملي فطار ايه بالليل في العاشة جنب كباية لبن كده او حتى كباية عصير الجوحر اللي انت عايزيه اسنك خفيف وسط اليوم سهلة وخفيفة وطعمها حلو يلا بقى مية